مرة أخرى يكتشف العالم أن وراء ظهره جثة في مدينة عاجزة عن حماية سكانها مدينة تحولت إلى ثلاجة موت مكتضة بالمدنيين منذ ثلاث سنين تتكرر المجزرة ومعها تتضاعف أرقام الضحايا المدنيين في صور بالغة الفضاعة تقول التفاصيل إنه في مساء الجمعة أطلقت ميليشيا الحوثي والمخلوح حمام قدائفها على حي شعب الدبا وسوق الصميل شرق المدينة أسفرت القذائف عن استشهاد وإصابة أكثر من عشرة مدنيين بينهم أطفال صور مرعبة ملأت وسائل التواصل الاجتماعي ولم تحرك ضمير المجتمع النائم على بحيرة من الدماء بموازاة ذلك وجرت الصور نفسها ضمن قفازات الجريمة التي يتفنن بها ناشطون كثر حيث انبر البعض لتوظيفها في سياق المطالبة بتشكيل لجنة تحقيق دولية وكأن القاتل مجهول وليس ذلك الوحش المترصد على التلال بالقناصات والدبابات ولديه رصيد سابق من المذابح الجماعية في هذه البقعة من العالم تسجل المشاهد أكبر علامة استفهام عن قيمة الإنسان وحقوقه فلم يعد أبناء هذه المدينة يعدون قتلهم فحسب وإنما يحصون المجازر مجازر أصيب العالم بشلل سياسي حيالها فلم يصل إلى المستغيثين من هول المأساة وإن وجرت الصور طريقا إلى المباني الزجاجية فلن تنتزع أكثر من مجرد إدانة لا تسمن ولا تغني من جوع وحيدة عاجزة تواجه تعز مصيرها ملبدة سماء المدينة بغبار القذائف التي تتناوبها من التلال المحيطة وفي الوقت الذي تغرق المدينة في جحيم القصف تقف الحكومة ومن ورائها التحالف العربي عاجزين عن كسر حلقة الحصار الكلي واستكمال عملية التحرير بينما تصعد الميليشيا من حربها وتعلن مرحلة التجنيد الإجباري لتعزيز ميليشياتها هنا وفي مختلف جبهات القتال تواصل الميليشيا إذن تنفيذ المذبحة وتتفنن في استخدام الأسلحات التدميرية بينما تكتفي الأسرة الدولية بالتفرج وحين تنبس بشيء ترسل مبعوتها القاص مرة تلو أخرى ليبعث الروح في خطته من أجل إنجاز ما يسميه مشاريع التسوية